بن الشيصبان بن العباس هكذا أطلق عليهم أئمتنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أطلق على العباسيين أسماء منها بن فلان بنوا مرداس بنوا عمنا أو أنه يتحدث عنهم بالإشارة هؤلاء أو بضمائر الغائب هذا كله موجود في أحاديث العترة بن العباس بنوا مرداس بنوا فلان بنوا عمنا باستعمال أسماء الإشارة باستعمال الضمير الغائب وكذلك بن الشيصبان والشيصبان اسم من أسماء الشيطان الشيطان أسماؤه كثيرة الشيطان وهو الأشهر لماذا استعمل إمامنا إمامنا الصادق اسما ليس مشهورا من أسماء الشيطان الشيصبان يقال الشيطان إبليس الرجيم الخناس الحارث في الروايات أن اسمه الأصل الحارث الحارث وأبو مرة وأبو الحرف ومن أسمائه أيضا البلأس والجلأس والجان والقاز والخيتعور والشيصبان قائمة طويلة من الأسماء لماذا اختار إمامنا الصادق هذا الاسم من بين قائمة طويلة من أسماء الشيطان الشيصبان 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 أصل الكلمة في اللغة من الشصب أو من شصبة هكذا علماء اللغة إذا أرادوا أن يرجعوا أصل الكلمات فإما أن يرجعوها إلى المصدر وهو الشصب أو إلى صيغة الفعل الماضي الشصب الشيصبان من الشصب 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 في اللغة له أكثر من معنى كحال بقية الكلمات في لغة العرب الشصب تأتي بمعنى الشدة الأيام الشديدة أيام شصيبة وشاصبة والشصب السلخ ولذا يقال للقصاب في لغة العرب بأنه شصاب الشصاب هو القصاب لأنه يقوم بسلخ الذبائح وهناك دلالات أخرى لكن هذه المضامين لا علاقة لها بتسمية الشيطان بالشيصبان هناك مضمون واحد له علاقة بهذا الإسم يقال ناقة شاصب وشصبت الناقة ما المراد من الناقة الشاصب إنها الناقة التي تواقع كثيرا من قبل الجمال تضاربها الجمال المضاربة هي المناكحة فيما بين الحيوانات فالجمال الذكور تضارب هذه الناقة تواقعها وبكثرة لأنها راغبة في ذلك لأن الناقة الشاصبة راغبة في الوقاع تضاربها الجمال ولكن من دون نتيجة من دون أن تحمل تلك الناقة فتلك الناقة هي الناقة الشاصب الشاصب كثرة الوقاع من دون نتيجة وهذا هو الذي يقع فيما بين الرجال إذا ما نكح الرجال في اللواط وهو هو يقع في السحاق أيضا لأن الذي يبتلى باللواط يكون مدمنا والتي تبتلى بالسحاق ستصبح مدمنة فكثرة السحاق لا تؤدي إلى حمل وكثرة اللواط كذلك عندنا علم يقال له علم اللغة وهو الذي في القواميس وعندنا علم يقال له علم اللغات وهو الذي يدرس تأريخ الكلمات ويدرس تعدد الألفاظ عند قبائل العرب القديمة وهناك علم فقه اللغة وهذا هو الذي أحدثكم من خلاله يمتزج فيه علم الصرف مع التأريخ وعلم اللغة الشيصبان من شصبة فعلة ميزان الشيصبان في الصرف فيعلان وهذه الصيغة قوية جدا لاحظوا صيغة الشيطان فعال لأن الشيطان أخذت من شطنة وليس كما يقول البعض من أنها أخذت من شاطة أخذت من شطنة وهذا هو الذي ينسجم مع آيات الكتاب وأحاديث العترة الشيطان يعني المبعدة يعني المرجومة يعني المطرودة شطن ابتعد وشطنه أبعده وطرده الشيطان تعني المبعدة المطرودة الشيطان من شطن إذا وزنناها بالميزان الصرف فعال لأن النون هي لام الفعل هنا لام الهيئة هنا فستكون في آخر الكلمة الشيطان فعال شطن فعل النون تقابل اللام الشيطان فعال بينما شيصبان فيعلان فارق بين فيعال وفعلان شيطان فيعال وشيصبان فيعلان وبحسب قاعدتي إذا زادت المباني زادت المعاني مثل ما أقول أصبر واصطبر لما زادت الطاء في الكلمة زاد معنى الصبر صار شديدا صار حديدا صار أكيدا فارق بين صبر واصطبر هناك زيادة في المباني في مباني الكلمة في حروفها فزيادة المباني دالة على زيادة المعاني الشيطان فيعال والشيصبان فيعلان عندنا عاطش هو الذي أصابه العطش عطشان فعلان العطش أشد فنحن حينما نتحدث عن الحسين لا نقول من أنه عاطش إنه عطشان لا نقول من أنه ظامع إنه ضمآن فعلان المعنى أوسع أعمق أدق أأكد فإذا ما أضفنا أليا شيصبان فيعلان فيعلان إنه الذي يفعل ويفعل ويفعل في جميع الاتجاهات وحينما نتحدث عن الشيطان فإنه لا يفعل الخير إنه سيفعل القبائح في جميع الاتجاهات ولذا نحن نقرأ في سورة الأعراف في الآية الثمانين من سورة الأعراف بعد البسملة ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين من الذي علمه إنه الشيصبان إنه الشيطان لأنه يفعل في جميع الاتجاهات وإلى أبعد ما يمكن أن تصل القباحة ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وإذا ذهبنا إلى الآية الثامنة والعشرين من سورة العنكبوت بعد البسملة الثامنة والعشرون بعد البسملة من سورة العنكبوت ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين لأنه أم أم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل إلى آخر الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة من سورة العنكبوت إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين هذا نتاج إبليس نتاج الشيصبان لأن الشيصبان فيعلان يفعل في جميع الاتجاهات وسيكون فعله على أقبح ما يمكن أن يتخيله الخيال وهذا هو الذي جرى في العصر العباسي الأول وقد قرأت ما قرأت عليكم قبل قليل من الجزء الثامن من الكاف الشريف من حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذا الكتاب غيبة النعماني لشيخنا ابن أبي زينب النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة هذه الطبعة طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى 1422 هجر قمري قموا المقدسة صفحة 313 إنه الحديث الثامن بسنده بسند النعماني عن جابر الجعفي قال قال سألت أبا جعفر الباقرة صلوات الله وسلامه عليه عن السفياني فقال وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني إنه العصر العباسي الثاني العصر اللوطي حتى يخرج قبله الشيصباني يخرج من أرض كوفان من نوبين من نوبين بالتعبير الشعبي جبناتنا بخبزاتنا ومرقتنا على زياقنا وهنياننا وببيتنا ونلعب بي وشلها غرض بين الناس ولتذهب قناة القمر إلى الجحي سألت أبا جعفر الباقرة عن السفياني فقال وأن لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني يخرج من أرض كوفان ينبع كما ينبع الماء إن هناك أصله من كوفان من النجف من المجتمع الشيعي هؤلاء هم الشيصبانيون الشيعيون هكذا يقولون هم شيعة هم شيصبانيون إنهم العباسيون في الدور الثاني في دورهم الشيصباني أعتقد أن صورة باتت واضحة واضحة لديكم نذهب إلى فاصل مما يشير وبوضوح إلى شيصبانية المذهب الطوسي القذر إلى عباسيته الشيصبانية ما يفعله معممو هذا المذهب في اليوم التاسع من ربيع الأول خصوصا في زماننا من الخوئيين والسيستانيين والشرازيين وسائر المجموعات الأخرى ما يفعلونه في اليوم التاسع من ربيع الأول تحت هذه اليافطة من أن هذا اليوم قتل فيه عمار أتحدث عن عمار ابن الخطاب قتل في هذا اليوم عمار ابن سعد قتله المختار الثقفي المختار الثقفي اختار هذا اليوم لقتل عمار ابن سعد لعنة الله عليه على أي حال حديثنا عن الخوئيين السيستانيين وأمثالهم من العمائم الطوسية يتخذون هذا اليوم التاسع من ربيع الأول في كل سنة يوما للفرح والسرور كما يدعون ومن أنه يوم رفع فيه القلم عن الشيعة لا لعنة الله على دينكم كذابون سفل منحطون ساقطون إلى أبعد الحدود وأين هذا في دين العترة الطاهرة أول شيء مراجعكم خوئيكم سيستانيكم والبقية لا يعتقدون أن عمر ابن الخطاب قتل في هذا اليوم كتبهم موجودة وقد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل وفي برامج سابقة في كتبهم الفقهية الفتوائية صريحا يتحدثون عن أن عمر ابن الخطاب قتل في آخر شهر ذي الحجة مثل ما يقول الطبري وغيره من مؤرخي سقيفة بني ساعت الطبري وغيره من مؤرخي سقيفة بني ساعدة يقولون إن عمر ابن الخطاب قتل في آخر شهر ذي الحجة في الأيام الأخيرة من مراجع النجف وكربلا المراجع الطوسيون يقولون بالقول نفسه هذا ويتركون ما جاء في رواية مفصلة عن أمير المؤمنين حدثنا بها إمامنا الهادي صلوات الله عليهم جميعا من أن عمر قتل في هذا اليوم لكن اليوم التاسع مناسبة مهمة عندنا لا لأن عمر ابن الخطاب قتل في هذا اليوم هذا حدث من أحداث هذا اليوم الحدث الأهم اليوم التاسع من ربيع الأول هو اليوم الرمزي الأول من أيام الإمامة الفعلية لإمام زماننا صلوات الله عليه لأن إمامنا الحسن العسكري استشهد في الثامن من ربيع الأول في السنة الستين بعد المئتين من الهجرة إمامة صاحب الأمر مفروضة قبل خلق الخلق وإمامة صاحب الأمر مفروضة منذ أول يوم من أيام بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله الدين لا يقوم إلا بإمامتهم جميعا ومن أنكر واحدا منهم فقد أنكر الجميع الدين بناؤه على إمامتهم جميعا حتى قبل ولادتهم بناؤنا العقائدي هكذا تعلمناه من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم لكننا نتحدث هنا عن إمامة فعلية والإمامة الفعلية ابتدأت من اللحظة التي استشهد فيها إمامنا الحسن العسكري وكان ذلك في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول لكن اليوم التاسع هو أول يوم بعد يوم استشهاد إمامنا الحسن العسكري ومن هنا كنت دقيقا في التعبير قلت من أنه يوم رمزي هو أول يوم رمزا من أيام الإمامة الفعلية للحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الحدث الأهم من جملة الأحداث قتل في هذا اليوم عمر بن الخطاب بحسب أهل البيت لا بحسب مؤرخي سقيفة بن ساعد ولا بحسب مراجع التخليد من أتباع سقيفة بن طوسي وفي هذا اليوم قتل عمر بن سعد قتله المختار هناك أحداث جرت في هذا اليوم أنتم يا أيها الخوئيون ويا أيها السيستانيون والبقية مراجعكم لا يعتقدون بمقتل عمر في اليوم التاسع من ربيع الأول يضعفون الرواية التي وردت عن أمير المؤمنين ويتمسكون بما قال به الطبري وأخوانه من مؤرخي نواصب السقيفة بن ساعد عوام الشيعة يعتقدون بهذا لأنهم يتمسكون بالرواية التي وردت عن أمير المؤمنين عوام الشيعة حينما يحتفلون في اليوم التاسع من ربيع الأول لا يرتكبون القبائح أبدا يظهرون البراءة من أعداء الزهراء فهذا اليوم هو يوم فرحتها التاسع من ربيع الأول من جملة خصائصه هو يوم فرحة الزهراء فرحتها بإمامة الحجة بن الحسن العسكري فرحة الزهراء الحقيقية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وكل هذه العناوين عناوين رمزية الرواية التي أتحدث عنها جاءت في الجزء الحادي والثلاثين من بحار الأنوار للمجلس الرواية تبدأ في الصفحة التاسعة والسبعين رواية طويلة وتستمر إلى نهاية الصفحة الثالثة والثمانين في الرواية أمير المؤمنين يخبر حذيفة بن اليمان بأن هذا اليوم يتحدث عن التاسع من ربيع الأول له من الأسماء اثنان وسبعون اسما وإني لأعرف لهذا اليوم أمير المؤمنين يقول لي حذيفة ابن اليمان وإني لا أعرف لهذا اليوم اثنين وسبعين اسما أنتم يا أيها الخوئيون والسيستانيون والبقية تضعفون هذه الرواية هذه الرواية هي التي تحدثت عن رفع القلم أن القلم مرفوع عن الشيعة في هذا اليوم لا مراجعكم يعتقدون بأن عمر قد قتل في هذا اليوم ولا هم يعبؤون بإمامة الإمام الحج ولا علاقة لهم بفرحة الزهراء كل هذا مراجع النجف وكربل لا يعبؤون به وإذا ما تمسك بعضهم في أجوائه الخاصة فهو لأجل أن يرضي الذين حوله ولأن يشكل خطا لأتباعه كي يميز نفسه بشيء عن الباقيين العملية عملية خداع والرواية ضعيفة فلماذا تتمسكون بمضمونها بأن القلم قد رفع عن الشيعة في هذا اليوم وحتى لو أنكم أردتم أن تخالف مراجعكم وأردتم أن تتمسك بهذه الرواية شياطين أبالس سفلة منحطون الرواية ذكرت أوصافا كثيرة لهذا اليوم أحدها من أنه يوم رفع القلم والرواية قالت من أنه يوم الغدير الثاني لماذا لم تتمسك بهذا العنوان الرواية قالت من أنه يوم الثارات فهل يوم الثارات يسقط فيه التكليف الرواية قالت من أنه يوم عيد الله الأكبر ويوم يستجاب فيه الدعاء اليوم الذي يستجاب فيه الدعاء يسقط فيه التكليف حتى تخرج عوراتكم وحتى يعبث بعضكم بعورات البعض الآخر وحتى تفعلوا من القبائح ما تفعلون يا أيها السفلة الرواية قالت بأن هذا اليوم هو يوم الشرط أي شرط هذا شرط الولاية فيما بيننا وبين إمام زماننا الرواية قالت من أنه يوم عيد أهل البيت فهل أن أهل البيت يفعلون كما تفعلون يا سرسرية الرواية قالت بأنه يوم يقبل الله أعمال الشيعة فهل لا تقبل أعمال الشيعة إلا في يوم القبائح والسفالة والانحطاط الأخلاقي من قبلكم يا أيها المعممون الخوعيون السيستانيون الشرازيون الطوسيون الرواية قالت ويوم تقديم الصدقة ويوم الزيارة زيارة إمام زماننا زيارة أئمتنا زيارة الزهراء فهذا يوم فرحتها فهل في يوم زيارتها وفي يوم تقديم الصدقة وفي كل هذه الأوصاف التي تحدثت الرواية عنها يكون هذا ضمن قبائحكم يا أيها القبيحون ضمن سفالتكم يا أيها السافلون من أصحاب العمائم الخوعية والسيستانية والشرازية يا هتلية ويوم الشاهد ويوم المشهد هذه أوصاف غدير خم إنه الغدير الثاني فهل في غدير خم رفع القلم يا أيها السفلة ويوم الشهادة ومن أسمائه يوم هدم الضلالة فهل تهدم الضلالة بسفالتكم يا سرسرية أخاطبكم أنتم يا أصحاب العمائم يا أيها الطوسيون يا منعي للوالدين ويوم هدم الضلالة ويوم الشهادة ويوم الزهرة إنها الزهرة الزاهرة الزهراء من أوصافها ومن ألقابها إنها الزهراء وإنها الزاهرة وإنها الزهرة وإنها الزهرة هذه ألقابها وأوصافها إنها زهرة الوجود ويوم الزهرة فاطمة زهرة الوجود وزهراء الملكوت الزهراء زهراء الملأ الأعلى والزهرة زهرة الوجود والزهرة زهرة محمد وآل محمد الزاهرة ويوم الزهرة ويوم المباهلة يوم الدعاء ويوم المباهلة ويوم قبول الأعمال ويوم التبجيل يوم التبجيل لله ولمحمد وآل محمد فهكذا نبجل الله ونبجل محمداً وأهل محمد بأن يعبث بعضنا بعورات بعض الآخر كما أفتى خوئيك أو أن تلوط النساء بأزواجها لواطاً صناعياً مثلما أفتى مراجعك أو 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 ويوم المباهلة ويوم قبول الأعمال ويوم التبجيل ويوم التودد ويوم التحبب لمن؟ نتودد لإمام زماننا نتحبب لإمام زماننا كيف نتودد إليه وكيف نتحبب إليه بخدمته الصادقة مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي فهل يخدمه الصادق بسفالتكم وانحطاطكم يا قذرون يا خوئيون يا سستانيون يا شرازيون يا سفلة ما هذه الرواية هي هي الرواية التي ذكرت من أوصاف يوم التاسع من ربيع الأول من أنه يوم رفع القلام ذكرت هذه الأوصاف إذن هناك معنى غير المعنى الذي تتحدثون عنه نعم اليوم التاسع من شهر ربيع الأول هو يوم رفع القلام ولكن بأي معنى؟ بالمعنى الذي تتحدثون أنتم عنه هذا المعنى مع أنكم تعتقدون بعقيدة مراجعكم من أن عمر لم يقتل في هذا اليوم فأنتم كذابون لكنكم تضحكون على عوام الشيعة من أنكم تحتفلون في هذا اليوم مثل ما هم يحتفلون فمراجعكم يقولون من أن عمر قتل في آخر شهر ذي الحجة فليس هناك من مقتل لعمار في اليوم التاسع من ربيع الأول بحسب مراجعكم الذين تقلدونهم وتعتقدون بهم وإذا كنتم من أصحاب الرأي ومن المجتهدين فإنكم لن تبتعدوا عن هذا القول لأن منهج الاستنباط ووفقا للاعتماد على قذارات علم الرجال وبحسب ما هو المتعارف بينكم فإن النتيجة هي هي التي ذهب إليها الخوء وغيره ومحمد باقر الصدر من أن عمر قتل في آخر ذي الحجة بحسب الطبري لأن الطبري يبدو أنه أوثق من إمامنا الهادي الذي يحدثنا عن أمير المؤمنين كذابون سفلة أنتم ومراجعكم فحتى إذا اعتمدتم الرواية فمن أين قلتم من أن يوم رفع القلم يعني أن تفعلوا هذه السفالات وأن تمارسوا هذا الإنحطاط الخلقي في بيوتكم وحتى في أجواء نسائكم وهن يحتفن في احتفالاتهن بهذا اليوم من أين جئتم بهذا السقوط الأخلاقي من هذه الرواية الرواية هكذا تقول هذا اليوم يوم التودد ويوم التحبب لمن التودد والتحبب لمن للحجة ابن الحسن فهذا اليوم الرمزي الأول من أيام إمامته الفعلية وهذا هو الغدير الثاني حيث نجدد بيعتنا لإمام زماننا ثم تقول الرواية ويوم التزكية فهل التزكية بقبائحكم وسفالتكم ويوم كشف البدع هذا الذي أنتم تفعلونه هو عين البدع يا أيها المبتدعون الخوئيون السستانيون الشرازيون يا أيها الطوسيون المبتدعون ويوم كشف البدع ويوم الزهد في الكبائر هذا يوم يزهد فيه في الكبائر ولا تفعل فيه الكبائر كما تقولون بأنه يوم يرفع فيه القلم وتفعلون الكبائر فيه الرواية هكذا تقول يا أيها السفلة ويوم ويوم التسكية ويوم كشف البدع ويوم الزهد في الكبائر ويوم الموعظة ويوم العبادة فهل العبادة هذا الذي أنتم تمارسونه يا أيها الشياطين يا أيها الشيصبانيون السفلة ما تقومون به لهو أدل دليل على أنكم شيصبانيون لهو أدل دليل على أن مذهبكم مذهب شيصباني قذر على أن مراجعكم مراجع شيصبانيون ويوم الموعظة ويوم العبادة ويوم الاستسلام الاستسلام لمن لعلي وآل علي ديننا التسليم والاستسلام لهم هذا هو ديننا هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وإرادتي في كل أحوالي وأموري مرتبطة بكم مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم ومفوض في ذلك كله إليكم سادة آل محمد ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معد حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فمعكم معكم لا مع غيركم هذا هو الاستسلام الاستسلام هذا يوم الاستسلام أن نطبق هذه الحقيقة أن نعيش هذه الحقيقة فمعكم معكم لا مع غيركم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معد هذا هو الاستسلام لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فمن أين جئتمون ببدعتكم النجسة القذرة هذه من أن الأقلام ترفع عن الشيعة ومن أنه يحق للشيعة أن يفعلوا ما يشاءون ما هم في كل أعمارهم يفعلون ما يشاءون فهل هم بحاجة إلى هذا اليوم كي تزداد سيئاتهم وكي تكثر حقاراتهم ما هم في كل أعمارهم بعيدون عن أئمتهم وبعيدون عن منهج الولاية الحق وعن منهج البراءة الحق كي تأتوا أنتم لفتح هذا الباب القذر من أن القلم مرفوع عن الشيعة في أي رواية وجدتم هذا في هذه الرواية هذه الرواية واضحة تقول من أن اليوم هذا التاسع من ربيع الأول هو يوم الموعظة هو يوم العبادة هو يوم الاستسلام هو يوم التزكية هو يوم كشف البدع هو يوم الزهد في الكبائر هو 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 قرأت ما قرأت عليكم من الأسماء وبقية الأسماء كذلك أنا اخترت بعضا منها ماذا قال أمير المؤمنين وإني لأعرف لهذا اليوم اثنين وسبعين اسما ثم ذكر الأسماء الوقت لا يكفيني كي أقرأ الأسماء كلها قرأت بعضا منها كذبون أنتم دجالون سفلة حقراء مراجعكم ينكرون أن عمر ابن الخطاب قتل في هذا اليوم وأنتم على دينه مراجعكم يضعفون هذه الرواية هذه الرواية ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال ثم هذه الرواية تجتمل على عدد هائل من مواصفات وخصائص يوم التاسع من ربيع الأول خصيصة من هذه الخصائص من أنه يوم رفع القلم كيف تفهمونه بمعزل عن بقية الخصائص الأخرى فيوم التاسع من ربيع الأول هو يوم رفع القلم ولكنه يفهم في هذا السياق الذي تحدثت الرواية عنه لقد نطق الشيطان على ألسنتكم مثلما نطق الشيطان على ألسنة مراجعكم وهم يصدرون الفتاوى التي تسهل لكم الأمر من أن يعبث الرجال بعورات الرجال وأن تعبث النساء بعورات النساء ومن أن تقوم الزوجات بإدخال المذاكير الصناعية في أدبار أزواجها إلى غير ذلك من القبائح التي مر ذكرها بشكل رسمي وشرعي هذا في الظاهر أما في الباطن ماذا يقولون فحدث ولا حرج الحكاية كبيرة كبيرة والطامة عظيمة والرزية جليلة جليلة والمشتكى إلى صاحب الأمر والشيعة حمير والشيعة حمير أحمرة 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 نذهب إلى فاصل